الرحمن الرحيم معكم وفع علي النهار ده ان شاء الله نكمل كلامنا عن اه دي مادة من مواد اه اه لو حبينا نبدأ بقى نتكلم مع بعض بالتفاصيل في موديل سكور اللي هو احنا قلنا اه ده الموديل اللي عمله في امريكا هنتكلم على ان عندنا اربع من لي يعني بتعتمد عليهم اول حاجة البلان البلان محتاجة خطط ليه محتاجة خطط للتلاتة عمليات الاخرى او يعني التلاتة الاخرى محتاجة عرف يعني هيتطلب مني اديه عشان انا اقدر اشوف السبلاي هيوفي معايا ولا لا اه 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 اصعر بكام المنتج هدير المغزون بتاعي ازاي? تاني حاجة وفي الميك محتاج تلات حاجات تصميم المنتج دي تالت عملية رابعة حاجة اللي هو اه اه او عملية ارتجاع المنتج يعني طبعا لو ما هنبدأ ده اه هنبدأ بالبلاينينج البيلانينج هنا بيقول لك طبعا زي ما قلنا كده احنا بتخطط ليه? بتخطط للتلات حاجات التانية. ازاي يعني اوفر العمليات اوفر الحاجات اللي انا محتاجها دي. اه تلات حاجات تانية. طيب هنا بيقول لي هو اه اه بلاينج ازا كل حكاية ايه? حكاية ان انت بتحاول تتنبق بتخطط للمستقبل حو تتوقع ايه الديماند ويه السبلاي المطلوب منك. يبدأ الفيوتر كوامينتز تو بالانس سبلاي ان دي دماند. ده كل الهدف البيلانيج. what does سبلاي تشين بلاينج دو? هو بيعمل ايه اللاج اللي بيخطط ده? سبلاي تشين بلاينج is responsible for ensuring that a company receives the material or supplies. they need quickly. فوقت سريع. efficiently. بالتكلفة قليلة. and within budget. في بالاسعار او بالتكلفة اللي احنا اللي متخطط لها. to do this the most monitor the company inventories and the track the performance of current supply. طب هنبدأ بايه? زي ما قلنا كده هنبدأ بالطلب لانه هو الحاجة الخارجية. نحدد الديماند والسبلاي ايا كان هو انا كتبها ما عليشش بالعكس. هو المفروض نبدأ طبعا بالديماند منطقيا. وبعد كده آآ آآ نشوف هنجيبي الحاجة دي منين? تمام? وبعد كده هحدد بقى يعني آآ اللي هيديني مزايا التنفسي. اهو هنا بيقول لك انت بتتنبأ بالطلب بتاعك. انا مش عارف انا هبيع كم واحدة. لو عرفت ان انا هبيع الف واحدة هروح اتفق مع ناسي واردولي الالف واحدة آآ علشان اقدر ان انا اوفي بيهم. طيب ايه المشكلة? المشكلة ان انا محتاجة اوازن زي ما قال لك كده ما بين السبلاي والديماند. لو لو السبلاي اكتر من يعني انا لو انا وفرت الفين واحدة وما اتبعش لالف يبقى انا في عندي تكلفة وفيه هادر صح? طيب لو انا كان عندي طلب الفين واحدة وانا ما اوفرتش غير الف. يبقى انا في عندي كده ايه خسارة. يعني نفقت يعني ايه زي بيقوله كده نفقت الفورسة البديلة. حاجات كان ممكن ابيعها. وما توفرتش عندي. يبقى انا محتاجة وازن ما بين السبلاي طيب هنا بيقول لي اهو التنبؤات. انا عايز اعرف المنتجات اللي هتطلب منه لي. تخيل مسلا بيبقى فيه الاف المنتجات. الاف. عايز اعرف انهي حاجة. يعني او انهي مسلا الف واحدة من العشرون الف اللي عنده في الهايبر ماركت. اللي هيبقى عليها طلب كتير الايام الجاية. يبقى لازم يحدد ايه التاني حاجة كل من كل صنف هيطلب كام. وات اما طب الحاجات دي بيدرها بقى الكمبيوتر بقى ما ينفعش تقول لي ان انا همسك ورقة كده وعد يشوف اللورف في مقصة ايه? ده بقى كمبيوتر بقى بال اي ار بيو هنتكلم ان شاء الله عن قسم الايتي. what amount of these products will be called for? اني كميات من الونتجات دي. طيب ايه تاني? when they will be needed? تشوف بقى ازاي? يبقى انت مش مش بتكلمني على الديماند بس كميات? لا. ايه products will amounts? وامتى هتطلب? the demand forecast become the basis for companies to plan their internal operations and to coordinate among each other to meet market demand. انا لازم ابدأ بالدماند ده اول حاجة. all forecast deal with four major variables. اربع حاجات هيقول لك او عليهم ان انت ازاي توازن ما بين وكمان مواصفات المنتجات اللي انت عايزها وكمان المزايا التنفسية انت مش لوحدك في السوق. for measure to combine determine that market condition will be like. ايه هي ال variable دي? this variable is supply with demand characteristics with competitive environment. اول حاجة طبعا خلينا نبدأ بالدماند مش هو احنا هنا اللي كاتب برضو اه انا بحضر المتابع اللي بس اتلخبطت اه demand refers to the overall market demand. لازم نبدأ بالدماند. الديماند بتقول لي انا عايز اقع في الديماند كله كام? تخيل مسلا الشركة زي والماركت الامريكية بتجمع على كل مستوى التجارات التجزية بتاعتها في كل مسلا الولايات المتحدة هي مطلوب منها ايه? فيقول لك ده انا بقى جيب الـ overall market demand عشان اعرف for a group and of a little product or service. is the market growing or declining? الطلب بتاع السوق بيزيد ولا بيقل? if so what is the yearly or quarterly rate of gross or this line? هي بتزيد بمعدل ادي ايه? او بتقل ادي ايه? or maybe market is relatively mature. mature يعني فيها في حدث ماتيورتي يعني مستقر. and the demand is steady. at a level that has been predictable. يعني ممكن يكون الديماند ثابت عند آآ آآ ليفل احنا متنبئين بي for some period of years also many products have a seasonal demand. في حاجات كتيرة في حاجات كتيرة مثلا زي مسلا مشروبات الساقعة والايس كريم بتزيد في الصيف. في حاجات بتزيد في الشتة. فليها يعني ايه? بتتغير من كل والتاني. طيب خلاص كده فهمنا احنا محتاجين نتنبأ بايه? تاني تاني حاجة آآ السابلاي is determined by the number of producer of a product. انا دلوقتي محتاج عشرة الاف وحدة. مين الناس اللي هيوفرها لي? الف وبيه ويعوجين مسلا. لو طلبت من الف هيأخرني كام يوم? طيب ايه بيبقى الكل سابلاير عايزين نعرف هو هيقدر يوفر لنا كام? والليد اه زرار of a product and the shorter time the shorter the time. يعني انا عايز اكتر سابلاير يوفر لمنتجات كتيرة وفي سعر قليل. زيز يعني لو انا اقدر تنبأ صح يا سلامي بك ويس قوي. لو الحاجات دي متوفرة عندي يعني معلومات دي. اه كده لو في كده مش عارف انا الوقت والوقت ممكن يطول او الموردين قليلين يبقى انا كده صعب ان انا ايه بقى في عندي شوية بعدا انقيران تأكد الوقت على الوقت. لدي نخطي حرق باندي او حرق كبير او مارمات. لما في عائل التأكد الوقت هي طعب صعبة على شوية. لابد في عائل التأكد الوقت لدي اه العام تأكد. الآن لديه الوقت يوم قليلات المجرية نحن قليلات المتوفرة على طب تمام او يبقى احنا خلاص فهمنا احنا عايزين نتنبأ بيه او يعني نعرف نوفق ما بين الديماند والسبلاي نعمل ما بينه. ايه المنتجات اللي هتطلب? كميتها اديه وامتى? طيب في الديماند زي ما قلتلي كده انا عايز اعرف اللي عملية بتزيد ولا لا فيه سيزون ولا لا. في كان مورد وكل واحد هياخرني محتاج وقت اقديه. ولو قادر اتوقع الحاجات دي كويس يبقى ما فيش لو مش ما عنديش المعلومات دي يبقى فيه بتاعي مش مزبوط. طيب لو بحاول اوفر معلومات عشان بتاعي مزبوط كل خطوات بعد كده هتتنق يعني هتعتمد على البلانينج ده. طيب تاني حاجة اه هو انا هتنزل تشتري اي حاجة? ده انت المواصفات بتاعت المنتجات دي لو قوية هتديك بقى اللي بعدين صح ولا لا? بصوا عنيش هنا الترقيم برضو بايز هي دي المفروض اه يعني هي المفروض دي اه الديماند هي دي هي نمرة واحد والسابلاي وبعد كده هي نمرة ثلاثة وي تبقى نمرة اه اربعة. طيب خلينا نفهم الموضوع مش مهم الترقيم هنا الورد بلغبة ساعات الترقيم. طيب include the features of products that influence customer demand for the product. اه يبقى انا عايز عارف الفيشة. اس evolve اه هو انا داخل في صناعة مثلا زي صناعة قالك مثلا الموبايلات والسمارتفونز بتتطور بسرعة ولا ده صناعة فيها يعني فيها راسية كده ونطجة مش بتتطور بسرعة قوي يعني and changing slowly it is also important to know whether a product will still demand a way from another product مرتبط بمنتج تاني can it be substituted for another product في بديلها or will the use of one product drive the complementary use of related product طيب خلاصي بالموصفات دي هتحدد لي انا هعمل زي competitive environment باخد بقى لك ان انت في بيئة النافسية مش لوحدك refers to actions of a company and its competitors what is the market share of a company انا حصتي في سوق at the regardless of whether the total size of the market is growing or shrinking يعني سوق كله بيقل له ولا بيزيد حصتي انا what is the market share trend of competitors اه الناس المنفسين دولة وبيزيدوا ممكن ياخدوا من حصتي market share trend can be influenced by product or promotion and the prices يا سلام شوف ازاي انت لو حصتك بتقل انت ممكن تعمل promotion وممكن تقلل السعر ممكن تعمل اعلانات علشان تزود الماركتشي بتاعك اشوف حرب اه that will be initiated by combinator. سب خلاص عقفنا ان الاربع حاجات اللي احنا عايزين نتنبأ بيهم ازاي نوازل ما بين طيب عندي بقى اربع طرق اتنبأ بيها واستخدمها في زي ايه قال لك او زرار فور بيزيك باربع احنا محتاج اربع حاجات اتنبأ اعرفهم زي ما قلنا كده بقى اتنبأ بيهم ازاي بقى اه باربع طرق. زرار فور بيزيك ميسود تو يوز اولا الكواليتيتف. الكواليتيتف ميسود غير كوانتيتف ميسود. اللي هي الطرق الوصفية مش الكمية. الكمية يعني تحسب واحد زي الواحد ساوي اتنين معك الاقل حسب. انما الكواليتيتف زيس ميسود يعني الحدث والرأي الشخصي بتاع الناس. طبعا الناس دي بتبقى خبرة الناس دي بتبقى في عندهم خبرة بالصناعة طويلة جدا ويقدروا يقولوا والله اه الحكاية بتتجه له الهبوط او الارتفاع. طيب اللي هي السببية. تقدر تقول لي مسلا حاجة زي ما كنا بنعمل مسلا كنت بتقول لي والله في علاقة مسلا ما بين والواي. ده متغير تابع وده متغير مستقل. زي ايه مسلا? تقول لي والله الاعلانات كنا بتقول مسلا ده المتغير المستقل. المبيعات بتاعتنا احنا بقى بتزيد بزيادة الاعلانات بتقل من خفاض الاعلانات. طيب يبقى احنا محتاجين نتوقع نعمل المعادلة. كنا بنعمل معادلة ايه? بنعمل بقى سكاتر دياجرام ونعمل نشوف دي ايجابية ولا سلبية ونجيب بتاع ده اللي هو لو فاكرين طبعا الاحصى. علشان تجيب معادلة. المعادلة دي هستفيد بها ايه? معادلة يعني ايه? علاقة ما بين المتغير التابع ومتغير مستقل. لو عملنا اعلانات بمئة الف هتجيب لنا مبيعات بكام? اه? لو عندي المعادلة دي. بقى قدر اعمل هو دي بقى اللي هي فيها السبب. باعلاقة السببية. حاجة بتأدي في علاقة سبب ونتيجة ما بين المبيعات والاعلانات. طيب. انا بتقول لي ممكن يكون تقدر تعمل معادلة من او ممكن يبقى ملتبه كزا حاجة تقصر في المبيعات. عفوا. يبقى انت تقول لي انا هعمل المعادلة دي علشان ايه? بناء على عشان اتنبأ بالفيوتشا اه ديماند ان شاء الله. عملت المعادلة دي وقلت لي ان لو عملت علانات بمئة الف هجيلي مبيعات بخمسمائة الف. طيب انا اه متوقع مبيعات قد ايه? ومحتاج اعمل اعلانات بقد ايه? اه ده يبقى دي طرق الايه? دي ودي زي ما قلناها في بقى دي بتبقى عندك انت زي ما قلنا كده برضو بتستخدم بس بطريقة ايه? والله السنة اللي فاتت احنا بايعين بخمسمائة الف. السنة اللي قبلها كنا بايعين بربعمائة الف. السنة اللي قبلها كنا بايعين بتلتمائة الف. متوقع السنة دي نبيع بستمائة الف. كل سنة بنزيد مئة الف. مسلا يعني. او كل سنة بنزيد عشرة في المية. او كل سنة مسلا يعني. اه يبقى بيقول لك. اه اه بتفترض. اللي حصل في السنين اللي ما طبعا. او انت فاهم اي طريقة من طريقة هي بتعمل حاجة كده يعني غريبة او بتدرب الودع ولا ايه? لا 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 لا. كلها حسابات يا اما كوانتيتيف يا اما كوانتيتيف. بناء على البسط اكسبرينس. اغلابهم زي ما قالك اغلابهم استخداما. الاسموزينج بقى والحاجات دي كلها بتبس. طيب. السيميوليشن اللي المحاكاة. دي رابع طريقة. يوز كومبينيشن اوف كزول ان تايم سيريس. الاتنين ما بين دي ودي. اه مثل تو اميتيت زي بهيفور اوف اه كونسيومر اندو ديفاند اه سيكمستانس عشان اتنبأ بالمستقبل مسلوك المستهلك واعرف الطلب على المنتجات بتاعتها هيعمل ازاي. طيب دي اه كده كنا اتاول حاجة. اللي هو ان انا محتاج اتنبأ زي ما قلنا كده محتاج اعمل بلانينج اللي ايه? بسرعة تاني محتاج اتنبأ به او هوازن ما بين الديماند والسابلاي وكمان اه اه دول اربع حاجات محتاجهم. ايه المنتجات اللي انا محتاجها كميات قد ايه? امتى هتطلب? عندي اربع طرق اتنبأ بيهم المستخدمة يعني في السوق العملية يعني. طيب تاني حاجة بقى ايه? البوردكت بايسنج البوردكت بايسنج علشان اصعر المنتج مش انا اللي هاعد كده اقول والله انا نزل انا نزل بعشرين جنيه. لا. ده انت بتقول لي بتوع الفاينانس بيعودوا مع بتوع المانيفاكترين. زي ما يقولوا كده انت عايزني اعمل حاجة بمواصفات عالية ازود اوبشن يبقى انت لازم تمولني عشان اعمل لك الحاجات دي. تمام? بتوع يعني تصنيع بيقولوا كده بتوع الفاينانس. طيب هم هيسعروا كده وخلاص بناء على الكوستس? لا. ده اللازم يعودوا مع ابحاث السوق. يشوفوا المنفسين بيبيعوه كام? الناس هتتقبل السعر كام? اه شوف بقى زي كومبانيز كان انفلوانس ده هو اللي قدر انت ايه? والله فترة فترة هبوط قلل سعرك واعمل عروض. في فترة رواج اه زود مكاسبك عشان تعوض الكلام ده? اه هتشوف بقى هنا دلوقتي يقولك فترة البيك وفترة اه. depending how price is used it will tend to maximize either revenue or gross profit. طيب احنا عافين طبعا انه هو الاراد. انما الاراد بعد خصم الايه? الكوز يعني الكوز طيب. طيب. طيب كلي ماركتنج and sales people want uh want to make pricing decision that will simulate demanded during big season. اه. فترات ايه? البيك season. the aim here is to maximize total revenue. فترات الرواج وفترات العليو ده محتاجين يعايزين يعملوا maximize the revenue. انما فترات مسلا الركود لا يا عام غلطي بس التكلف. uh the question for each company to ask is it is is it better to do price promotion during big period to increase revenue or during the low period to cover cost? الاتنين? انت محتاج الاتنين. في فترة اللو بريد اللي هو الركود الاقتصادي او ان ما فيش حد بيطلب. انت محتاج تعمل promotion علشان تcover الكوز بس عشان ما تخصاش. في فترة بقى الارتفاع اعمل بقى تغير بقى عروض اسعارك علشان تعمل increase the revenue. بقى تعوض خسائرك او انخفاض ارباحك في الفترات الاخرى. the answer depends on the company cost structure. يا سلام. منفعش تعمل الحكاية دي من غير دراسة. if a company has flexibility to vary the size of its workforce and the productive capacity. and the cost of carrying inventory in high is high. then it is best to create more demand in big seasons. if there is less flexibility to vary workforce and capacity. and if cost to carry inventory is low it is the best to create demand in low periods. طبيبة دي مسألة الايه وزاوازن ما بين اللو باريودز والبيك باريودز. عندنا اخر حاجة او يعني اخر حاجة. ادارة المخزون. انا عندي تلات انواع من المخزون. والسيفتي انفنتري. طبعا اه في بيبر كاملة للانفنتري. يعني نتكلم عنها بالتفصيل. نتكلم بس هنا تعريف سريع. يعني بيقولك الانفنتري مانيجمنت is a set of techniques that are used to manage the انفنتري level within different companies in a supply chain. the aim هدفي ايه من ادارة المخزون. is to do the cost of inventory as as much as possible. او while still maintaining the service level that customer required. خد بالك. انا محتاج اقلل تكلفة. وفي نفس الوقت اوفي بالطلب اللي عندي. عندي يعني ايه? بتقول لي مسلا شركة اه منسلة بتعمل ايس كريمات وحاجات تيجي في وقت الصيف. محتاجة ان الطلبها يزيد. ده حد الامان. اقل لحاجة ازاي كانوا بيسموها زمان حد عد الطلب. اه لحاجة لازم يبقى عندي مية واحدة. اه ممكن اطلب ويجيلي تاني. على بال ما الزبون يطلب. ويجيلي من المورد. اه ده اسم موضوع جديد بقى ان احنا هنتكلم فيه ان شاء الله هنمهد للبابر اللي بعدها الموضوع الشراء والتوفير. اول حاجة اللي انت توفر تشتري المواد الخام تشتري البضاعة اللي انت هتعرض عندك في معارضك. الحاجات اللي دي كلها اه مواد خام بتستخدمها بس مش في البيع والشارع او مش في الانتاج. الحاجات دي كلها لازم توفرها لك ادارة او طيب الكنسامشن مانيجمنت. دي خطوة مهمة جدا ان انت تختار اولا انت بتحدد الموردين او السبلاير وبتختار ما بينه وبتعمل بتعمل بتعمل تفاوض بتديره حاجة ان انت توفر فلوس علشان تقدر تشتري بيها دي هي حاجة مهمة جدا جدا جدا. وكده نكون خلصنا النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.